مكملين مع بعض في المرحلة الأولى اللي هي التعامل مع الفكرة وكتابة السيناريو هنتكلم دلوقتي على كتابة السيناريو أو الاسكريبت كتابة السيناريو أو الاسكريبت هو ترجمة للفكرة الفكرة بتبقى مكتوبة غير واضحة للمصمم اللي هيبدأ يشتغل الانفو جرافيك المتحرك غير واضحة كمان للعميل ما شافش بعينه فالسيناريو بيبدأ يوضح الفكرة دي في شكل مشاهد السيناريو هيتقسم لبعض الأجزاء أو لمجموعة من الأجزاء مهمة أول جزء عندي اللي هو رقم النسخة بتاعت السيناريو رقم النسخة عشان أعرف أنا بعدت للعميل كم نسخة وهو رد علي إمتى وأني نسخة كانت كويسة وأني نسخة كانت منقحة وتاريخ كل نسخة علشان برضو أعرف أنا المدة بتاعتي المدة المتوقعة اللي هي كام دقيقة المشاهد بتاعتي أو الانفو جرافيك عدد المشاهد علشان أعرف عدد المشاهد كم مشهد بحيث أصممه بعد كده في الإلستريتور وبعد كده آخر جزء عندي اللي هي عدد الكلمات وبتفرق معي عدد الكلمات علشان الجزء الخاص بالتسجيل عدد الكلمات بتفرق معي وأنا بسجل هيسجل للصوت هو بيحسب بالكلمات وأنا ببقى عارف الكلمات عشان أقدر أحط البدجت بتاعي في الفيديو وأقول للعميل أنا محتاج مبلغ كزع على الفيديو فعدد الكلمات بيفرق معي فلازم يبقى في النسخة النسخة لازم تبقى فيها كل العناصر دي كل العناصر دي احنا هنطبقها عاملي مع بعض في شكل سيناريو مكتوب مع بعض على الورد هنبدأ نقول كل نقطة دي تتعامل ازاي وعدد المشاهد والشغل بتاعي السيناريو جزء مهم بيحتاج بس منك اللي انت يبقى عندك ملكة الكتابة شوية دي هتيجي بالتدريب مش هتيجي من اول مرة هتبدأ تكتب كل مشهد التصور المقترح في كل مشهد علشان بعد كده بتبعت السيناريو ده للعميل يبدأ يقولك انت عندك الجزء ده انا مش عايزه الجزء ده لا زود عليه لا انت مشرحتش المنتج كويس لا فيه جزئية انت مش واضحة معاك فلازم يوضح في النقطة دي فالسيناريو زي ما قلتلكم هو حركة الواصل بين الفكرة او ترجمة الفكرة قبل ما يكون مترجمها بشكل مرسوم او شكل ستوري بورد على الإلستريتور فاهتموا بالموضوع ده وابدأوا اكتبوا معايا وابدأوا اطبقوا معايا في المحاضرة الجاية بإذن الله تعالى واشوفكم في المحاضرة العملي الخاصة بالسيناريو المكتوب والسلام عليكم ورحمة الله